نفت وزارة المالية ما تنقلته بعض وسائل الإعلام وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالية على الوافدين ومرافقهم وفق ما أعلن سابقا لم يطرأ عليه أي تعديل وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل ولم تدلي اليوم بأي تصريحات بهذا الخصوص موضحة أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي مشيرا إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018 وبيّن وزير المالية أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 ليس هدفا إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط منوها بأنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 للمحافظة على نسبة نمو مناسبة ومشيرا إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018 يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر وأهابت وزارة المالية بجميع وصائل التواصل الاجتماعي ووسائل العلام كذلك اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها والرجوع إليها للتأكد من صحة أي معلومة غير معلنة بشكل رسمي